الدنيا شتة شتة وكأن المصريين يعني ناسيوا إن إحنا في فصل الشتة فتلاقي الناس كلها كل يوم يقولك إيه الجو برد الدنيا برد قوي علشان طبعا إحنا كنا يمكن في يناير تقريبا شمس كانت ساطعة طول النهار وبالليل كان فيه شوية ساعة لطيفة لكن يبدو إنه في براير دخل بالشتة بس تركع كده وراء وتقول إنه إحنا المصريين عندنا اللمة يعني كده وأنا بتنقل تلاقي كده في الشوارع تلاقي كده أهلينا وعمالنا تلاقي عمل الراكية وقاعد يتدفى مع الناس بتوع وكوب بيت الشاي الصخنة بتاعت المصريين العائلات نفسهم تلاقيهم بيجمعوا كده والشتة بيلم الناس بيعمل لمة وبيعمل لمة كده فيها حميمية يعني الناس بتبقى حاسة يقولك إيه لأ الجو برد لأ خلينا في البيوت خلينا نلتقي فربما يكون فعلا هو بيجمعنا وهتلاقي حال الناس مختلف يعني إحنا المصريين عموما يعني في الصبح يتلاقي ناس لابسة تقيل قوي تلاقي ناس لابسة خفيفة قوي وبعدين تيجي بالليل الشكوى والناس كلها بس يبقى حاجة تايما مع الشتة لطيفة بتوع البطاطا اللي ماشيين في مصر تقول تحس إنه هم فعلا طقس مصري 100% موجودين في كل الأماكن وإحنا المصريين مع كل اختلافاتنا وكل فئاتنا لكن بنتفق جميعا على كم حاجة كده لطيفة وحلوة بنبقى عايشينها وسواء الناس ماشيين وبيعودوا ويقضوا وبعدين تلاقيه بقى إيه الناس يعني بالذات يعني عيد الحب كان من يومين الناس بتدور على أغاني برضو إيه ما بين الشتة وما بين كده فيها رومانسية مع إنه أحيانا كان يقولك إنه الشتة مش رومانسي لأنه برضو سقيع وناس تانية تقولك لأ بالعكس ده منتهى الرومانسية أيا كان الشتة إحنا عندنا هنا في الستوديو شتة طبيعية لأنه التكييف بيبقى سائع عشان الماكينات فإحنا دائما عندنا هذه بس اللمة بقى لمة زملائنا والمصورين وكده بتخلي كل حاجة تعدي